موسيقى ثم بعد هذه الحادثة في أمرين حدثوا الحادثة الأولى يسوع وقف من هذا الجبل وقف والمنطقة كما تستطيع أن ترى كنيسة يسوع الباكي بكى على أورشليم على أورشليم رثى حالها لماذا؟ لأنها لم تعلم ما لسلامها لأنها لم تعرف زمان افتقادها وفي موضع آخر قال أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة في راخها ولم تريدي هو ذا بيتك يترك لك خرابا وعندما دخل أورشليم بكى يسوع لم يبكي على نفسه أي دمعة نقرأ عنه بكى ثلاث مرات في الكتاب المقدس بكى عندما مات ألي عازر وبكى في بستان جت سيماني عندما كان يصارع ويجاهد ضد التجربة ليخلص العالم وبكى على أورشليم التي افتقدها الله بأنبياء كثرون وأخيرا افتقدها بالابن أي بالمسيح يسوع لكنها لم تعلم ما هو لسلامها مدينة السلام أورشليم لم تعلم ما هو لسلامها إذ دخل رئيس السلام لم تختبر هذا السلام ولم تقبل هذا السلام مع أن هذا السلام الذي يخلص ويحرر الذي قال عنه المسيح سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا كانوا ينظرون إلى سلام مزيف وإلى سلام مؤقت وإلى سلام سياسي وحل وقتي لكن المسيح جاء بالسلام الحقيقي فالذي يدل على صدق رسالة وإرسالية المسيح أنه تنبأ عن خراب أورشليم بالفعل سنة سبعين ميلادي الرومانيون كانوا محاصرون البلدة حرقوا الأبواب دخلوا المدينة هدموا الأصوار هدموا كل المدينة ودمروا الهيكل تدميرا كاملا وشاملا ووضعوا النار فيه حتى يقشط الذهب من الحجارة حتى تتم النبوة مات أكثر من مليون ومئة ألف شخص سبع وتسعين ألف شخص أخذ إلى السبي لأن المسيح قال لأنك لم تعلم ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة